اقترب موعود الانتخابات البرلمانية وعادت العشائر إلى الواجهة لتشعل التنافس الانتخابي في كل مرة فأغلب العشائر هنا تمتلك مرشحا خاصا أو تثقف لواجهات سياسية معينة الولاء والتضامن في قرية ما للقبيلة يسهل على المرشح كسب آلاف الأصوات عن طريق الحصود على ثقة شيخ العشيرة بوعود لا يختلف رتمها عن الحملات الانتخابية السابقة كالهدايا أو الخدمات المناطقية لكنه يواعد بسيارة وواعده بمسدس هذه الأمور الرخيصة فشوف هنا شيخ العشيرة جامع أمامه ومسولهم وليمة طبعا الولمة على حساب المرشح ليس من جيبة ويسولهم وليمة وذاك الأكل ويحزهم على هذا الشخص وعلى الرغم من أن قانون الدوائر الانتخابية المتعددة قد حجم قليلا من دور العشائر فأن عدد القبيلة الواحدة الذي يصل إلى عشرات الآلاف في مدن عدة يمكن أن يقلل من فعالية القانون الجديد مراقبون للشأن السياسي دعوا شيخ العشائر إلى مراقبة البرنامج الانتخابي لكل مرشح قبل حث أبناء عشيرتهم على التصويت له عليك أن تحمل مسؤوليتك تتحمل الكلمة تتحمل موقعك بالعشيرة أنت قائد والقائد يجب أن يكون مثال لعشيرته أوجه كلامي للأبناء العشائر أنه حتى إذا أمركم الشيخ أنه تنتخبون سيم من الناس فأرجوكم يا أخوان بعض البرنامج الانتخاب مالته بعض التاريخه بعض التاريخ العزم مالته بعض اللي يقدم الشيء للدولة مئات العشائر في العراق تنظم مجتمعاتها بشكل هرمي فالفرد هنا لا يتجزأ عن الكل وهذا ما جعل بعض الأحزاب تنشئ فروعا لها في القرى والأرياف كما حملت بعض لافتات المرشحين جملة تفيد بأنه الممثل الوحيد للقبيلة الفلانية سعيا منه لكسب ثقة الناخبين المنتمين إلى العشيرة نفسها فالعشائر مثل كل مرة قد تؤثر في عدد من المناطق على شكل الخريطة البرلمانية من وسط حمزة الأسدي يو تي في